وانت بألف خير وأكيد أنت الرعيل الأول يلي أسسها المملكة وكان إله بصمة وتضحيات عديدة بمسيرة المملكة الأردنية الهاشمية أهلا وسهلا فيك باشا أهلا فيك أهلا أهلا وسهلا باشا يعني اليوم إحنا منحتفل ب77 سنة مروا على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية شو منستذكر وشو هي الإنجازات اللي حققها الأردن خلال هال77 عام بداية من خلال قناة رؤية ومن خلال برنامجكو الكريم في هذا اليوم بحب بداية أوجه تهنئة حارة إلى جلالة سيدنا وسمو ولي العهد وإلى الشعب الأردني بالذكرى السبع وسبعين للاستقلال وهذه الذكرى إن شاء الله ستبقى متكررة إلى الأبد وبعزم قيادتنا الهاشمية وبعزم الشعب الأردني الأردن بدأ في عام 1921 بلد صغير جدا بإمكانيات متواضعة ولكن دفعته عزيمة الرجال وإصرار الشعب الأردني الملتحق مع قيادته الهاشمية إلى تحقيق الكثير والكثير والذي عجزت عنه الكثير من الشعوب التي تملك إمكانيات أكبر أولى هذه الإنجازات التي حققها الأردن هو أنشأ دولة ديمقراطية تحقق العدل والمساواة للشعب الأردني وأفراده الأمر الآخر المهم جدا استطاع أن ينتقل إلى من إمارة صغيرة بشعب قليل العدد والإمكانيات إلى دولة تحكمها الديمقراطية والدستور الأمر الآخر والمهم جدا بأن الدولة الأردنية عندما بدأت بدأت على أساس قومي أكثر مما هو قطري حملت رسالة الثورة العربي الكبرى وأخلصت لها وحققت الكثير وأبرز المجالات التي اتجهت بهذا الاتجاه هو إسناد الأردن ووقوفه مع القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية هي قضية أردنية منذ أن بدأت ولحد الآن وستبقى إلى أن يتحقق حلم الشعب الفلسطيني بتحقيق دولة المستقلة وتقرير مصيره في المستقبل الأردن لم يسند الشعب الفلسطيني فقط منذ عام 1947-48 عندما بدأت الحرب مع الإسرائيليين الأردن وقف مع الشعب الفلسطيني منذ بدايات الجهاد الفلسطيني ضد الاستيطان الإسرائيلي الأردن بإمكانياته القليلة كان يزود المجاهدين الفلسطينيين بالذخائر والأسلحة والتدريب وهذا أنا لا أتكلمه من فراق هذا شاهد علي رحمة والدي اللي كان في الجيش في هذه الأيام وكان منخرط في هذا الموضوع فهذا شيء نفتخر فيه ولكنه نعتبره واجب علينا ونحن فخورين بأداء هذا الواجب الأمر الثاني الذي انجزته الدولة الأردنية والشعب الأردني وحفزته القيادة الهاشمية هو قيادة التقدم وتطوير الشعب الأردني من خلال مؤسساته والمؤسسة التي نفتخر بأنها قادة تقدم الشعب الأردني وكانت رائدة فيه هي المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية لم يكن واجبها أو الأدوار التي قامت فيها هي الدفاع عن الوطن فقط قادة التعليم في الأردن كانت المدارس العسكرية في خيام تتنقل مع البدوى الروحى للأردنيين وأنجزت الكثير بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التي لا يتسع الوقت إلى ذكرها الأبرز في المسيرة الأردنية هو الدستور الأردني الذي وضعه الملك طلال في عام 1952 والذي نفتخر فيه والذي هو مثال على الديمقراطية والشراكة ما بين الشعب وقائد نعم يعني إنجازات هي عديدة من 77 عام لليوم هي مستمرة ومتكاملة واليوم إحنا بهذا العام بالـ 2023 في عنا ما شاء الله يعني احتفالات بلشت من فترة ولساتها مكملة ورح ضلها هاي الاحتفالات مرافقيتنا سواء الاستقلال وأيضا التحضيرات لعرس سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني وإحنا قبل الهواء كنت عم تحكي لي بأنه كنت حاضر وشاهد على عرس جلالة الملك عبد الله نعم فأيضا هذه المناسبات هي مناسبات قريبة من قلبنا وأيضا بتذكرنا دائما بالقرب الهاشمي من الأردنيين تحكي لنا عن هذا الموضوع عن هذه الذكريات أيضا لجمعتك بهذا العرس كوننا على أبواب العرس الجديد كمان عرس سمو ولي العهد في الواقع أنا أعتز وأفتخر وهذه ليست أفراح تهمنا هي أفراحنا طبعا هي أفراحنا وأفراح أبناؤنا وفي هذا المجال أستذكر عرس جلالة سيدنا الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر في الواقع أنا جمعتني الحياة العسكرية مع جلالة سيدنا الله يطلبه العمر كنا قادة كتائف في اللي هو المدرع أربعين في عام 92 وكنا متلازمين وكان واحد مننا لم يكن في يوم من الأيام يميز نفسه عنه بالعكس هو كان يبذل ويعطي جهد احنا قد نتراجع عنه قليلا فلهذه الظروف ولهذه المعرفة اللي نفتخر فيها جماعتنا مع جلالة سيدنا كنت أحد المدعوين إلى عرس جلالة سيدنا في عشر حزيران 93 وقبل ذلك في الواقع يعني احنا في هذيك الأيام كانت تجمعنا روابط الزمالة خليني يعني إذا تجاوزت حدودي وتكلمت في هذا الموضوع وكنت أنا وياك في مهمة عسكرية في أمريكا ولم يتكلم في هذا الموضوع يعني هو فتفاجأنا بأنه يعني هو كان على وشك الزواج وتزوج وحضرنا الاحتفال حضرته أنا وزوجتي وكنا سعيدين لأنه اعتبرنا في ذلك الأيام ولازلنا نعتبر أخ عزيز علينا تربط فينا ونرتبط في ليس بالقيادة فقط وإنا بالمشاعر والوجدان نعم نعم والآن في هذه المناسبة أيضا يعني أنا التقيت مع سيدي سمو ولي العهد في الكثير من المناسبات وهو في الكتيبة يخدم في الكتيبة اللي أنا سنت 92 كنت قائدها وحضرت العديد من المناسبات في الحقيقة أرى في سيدي سمو ولي العهد انعكاس وصورة لجلالة سيدنا اللي طول عمره وعندما التقيت فيه أول مرة سحبتني الذكريات إلى ثلاثين سنة للخلف ويعني شعرت بشعور إن شاء الله أنه يعكس الإيجاب لحياة الشعب الأردني في المستوى نعم نعم باشا ذكرت نقطة جدا مهمة ودائما نتوقف عندها أنه دور الجيش العربي جيشنا في بناء الوطن عشان هيك دائما منقول أنه كل أردني وعي وتربى على حب الجيش لأنه الجيش ما كانش يعني زي ما تفضلت أنه دوره فقط الدفاع عن الوطن إنما كان له دور كتير كبير في بناء الوطن فحكينا عن المدارس أيضا القطاع الصحي أيضا الطرق فبحب أسمع منك شما هي المجالات اللي الجيش العربي بناها في بداية مسيرة الأردن في الواقع الجيش منخرط في كافة مجالات الدولة يعني دائما نقول في الأردن بالذات الأردن هو الجيش والجيش يمثل الأردن كل ما تعجز ويسمحوا للسياسيين لا بسيليا قاتل بيضاء في هذه الكلمة أنه ما يعجز عنه السياسيين وأجهزة الدولة الأخرى ينطف القوات المسلحة وتنفذوا الجيش رائد في التعليم الجيش رائد في الصحة نعم الجيش رائد في الكثير من الصناعات التي قد يكون لها بدايات عسكرية ولكنها تنعكس على الحياة الاجتماعية وواقعنا الخدمات إذا صارت عندنا أي ظروف صحة يعني طبيعية طرام بالضبط نلجأ إلى الجيش إذا صارت عندنا ثلجة نقول للجيش يعني إذا انقطعت الإمدادات الإطعام نقول للجيش أنت يجب فالجيش هو في الحقيقة في الأردن هو الأداء الرئيسية لمعالجة الكثير من الاختلالات الله يعطيكم العافية وشكراً لوجودك معنا سعيدين بوجودك معنا بهذا اليوم المميز وهذه الذكرة الغالية والسعيدة على قلوبنا جميعاً كأردنيين أهلاً وسهلاً بحضرتك باشا نورتنا شكراً لكم لإتاحة هذه الفرصة إلي وكل الأمنيات والمحبة للشعب الأردني ولقائد مسيرتنا جلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول عمره ومبروك لسيدي سمو ولي العهد